اشتركوا في القناة 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 فيعتبر يعني كويس بالنسبة بقى للاستخدام هو خفيف رغم ان قوامه في البداية حسيت انه تقيل شوية بس البشرة بتمتصه تماما خالص اول حاجة ديقتني فيه رحته فلو انت مش بتحبي المنتجات اللي فيها روايح مش هتحبيه ولو انت وشرتك حساسة من اي منتج فيه روايح برضو مش هيكون مناسب ليكي والناس اللي بتعمل مثلا تأشير او مش بتستحمل اي حاجة فيها بيرفيوم بسبب انها عاملة تأشير او اي حاجة برضو مش هيكون مناسب ليهم هو ترتيبه لطيف ترتيبه على فكرة خفيف عشان تكونوا عارفين والبشرة بتمتصه في البداية بيكون استيكي شوية بس بعد شوية موضوع الاستيكي بيروح فلو هتستني منه الترتيب القوي هو مش بيدي الترتيب يعني لو حد عنده جفاف وكشور ومحتاج حاجة قوية هو حاجة خفيفة جدا في الترتيب يمكن يكون مناسب للناس البشرة دونية او مختلطة وكمان في الصيف فيعتبر يعني الترتيب خفيف واحساسه خفيف وقوامه خفيف مش اكتر من كده يعتبر كويس بالنسبة لسعره وحابين تجربوه تمام اهم حاجة ما يكونش عندكم مشكلة او اي تحسس في موضوع البرفيو بقى على الكريم الليلي انا مجربتوش بس بعت للشركة وعايز اقولكم انهم يعني محترمين جدا وزوق جدا وردوا علي وبعتوا للمكونات انا بصراحة عن نفسي يعني شركة ايفا بحبها رغم ان فيه منتجات من عندهم بصراحة ما بتعجبنيش بس مع ذلك هي شركة مصرية كويسة جدا على طول ردوا علي وبعتوا للمكونات بصراحة المكونات بتاعة الكريم الليلي مشجعتنيش خالص ان انا اشتريه وعايز اقولكم على حاجة قبل ما انسى هي بصراحة جاية اخر مكون بس برضو اقولكم اللي هي الببتايت اللي هي مفروض الاحماض الامنية اللي بتشتغل على التجايد بس بصراحة جاية اخر مكون في كل منتجاتهم برضو عشان تكونوا عارفين اول حاجة ما عجبتنيش في مكونات الكريم الليلي انا برضو هحط لكم مكونات الكريم الليلي وهحط لكم مكونات الجيل النهاري وبرضو بالنسبة للغسول عشان لو حد حابب ياخد فكرة ويعرف اكتر عن المكونات اول حاجة بصراحة ما عجبتنيش عندهم انهم مستخدمين في تالت مكونات عارفين السائل وهي المادة المستخرجة من البترول بيستخدموها في المرتبات بس انا بشوفها بصراحة انها مادة تعتبر سعرها رخيص زي كده الفازلين كده بالضبط هي بتدي ترطيب على الفكرة وبتعمل زي حماية للبشرة زي عازل كده البشرة وبتغلي في سطح البشرة بس ممكن لو حد بشرة دهنية او كتر منها اوقات بتعمل رؤوسه ده اوقات بتزود الحبوب برضو عشان تكونوا عارفين نفس القصة في الهيرونيك اسد بصيغة الهيرونيك اسد يعني البرفين برضو جاي قريب جدا من مكونات يعني الهيرونيك اسد وبعدها مكون وبعدها على طول البرفين او الفرجرانس فبرضو دي حاجة لازم تخلوا بالكم منها وكمان في حاجة تانية عندنا مستخدمين من المادة الحافظة مادة البرابين عشان برضو لو حد عنده مشكلة مع المادة دي او عنده اي تحسس منها وبرضو لازم تخلوا بالكم تنظري ما حسيتش ان مكونات الكريم الليلي احسن حاجة انا مجربتوش ممكن يكون كويس بالاستخدام حبي تعرفكم المكونات عشان في برضو بنات سألتني عن الكريم الليلي عشان لو حابين تاخدوا فكرة وبس كده وده كان الفيديو يارب يكون عجبكم وتكونوا استفدتوا ولو حابين تسألوا عن اي حاجة اكتبوا لي تحت في التعليقات وبعتزر تانية عن صوتي واني تعبان وممكن ما يكونش الفيديو احسن حاجة ومقدمتش فيه احسن حاجة بس حابت ان انا اطلع بريفيو سريع اتكلم عن المنتجات عشان في بنات كتير حابة انها تشتريها بس كده لو حابين تسألوا عن اي حاجة اكتبوا لي تحت في التعليقات وانا برد على كل التعليقات وشكرا ليكم ومع السلامة